مع طبط الاقتصاد العالمي يحاول المستثمرون الصينيون البقاء نشطين في الاسواق ويعتقد خبراء ان هناك مجالا كبير في دراسة ارقام التجارة والاستثمار الامريكية الصينية والعلاقات الاقتصادية بين البلدين تعد مفيدة للغاية لكل الجانبين يقوم سكوت منذ زمن طويل بتدول الاعمال التجارية في بوستن لأكثر من 30 عاما وهو يركب مترو الانفاق الى العمل كل يوم ويقول ان بعض خطوط المترو في المدينة قديمة جدا واكبر من عمره وكان ينبغي استبدالها منذ سنوات افتتحت شركة السكك الحديدية الصينية في الثالث من زبتمبر مصنعا لعربات السكك الحديدية في سبرينفيلد ماساشوسيت والى جانب شركة السكك الحديدية الصينية فان شركات صينية اخرى مثل هواوي وزي تي اي يباشرت الاستثمار في اسواق الولايات المتحدة ايضا وتغطي 43 ولاية من اصل 50 ولاية وقد ضلق اجمالي استثمارات الشركات الصينية في الولايات المتحدة 46 مليار دولار امريكي في الماضي كان يمكن للصين تصدير الاحذية والجوارد فقط الى الولايات المتحدة اما الان فنصدر سلسلة كاملة من الخدمات والمنتجات الى الولايات المتحدة بما في ذلك المعدات المتطورة والتكنولوجيا والادارة ورأس المال والخدمات تعهدت الصين والولايات المتحدة في يونيو من هذا العام بتبادل القوائم السلبية وتحسينها وتسريع العمل على معاهدات الاستثمار السنائية وينبغي ان يعطي هذا التطور الخبراء شعورا بالتفاول بان اكبر اقتصادين في العالم يمكن ان ينهي مفاوضاتهما حول اتفاقية التجارة والاستثمار ضمن ولاية ادارة الرئيس الامريكي باراق اوباما الحالية سوف ترتفئ استثماراته الصينية لتتجوز حتى اعلى مستوياتها المرتفعة في الفترة الاخيرة والسوف تستفيد الولايات المتحدة من ذلك هناك ملايين ركاب مثل سكوت تماما وهم يركبون متر الانفاق يوميا في الولايات المتحدة ويقول سكوت انه ينبغي ان يكون الحديث اقل عن المكان الذي صنعت فيه تلك المنتجات وان يتم التركيز اكثر على نوعيتها سواء اكانت تلك المنتجات صنعت في الصين او الولايات المتحدة او في اي مكان اخر فالمهم انها يجب ان تكون قادرة على تلبية الاحتياجات اليومية للمواطنين الامريكيين العاديين